نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحضر تصدير البصل لبدة ثلاثة أشهر أكدت وزارة التجارة والصنع أن قرار مجلس الوزراء بحضر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبل وأضحت وزارة التجارة أنه تم إرجاء تنفيذ هذا القرار لعدة أيام حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقا للمصدرين